وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيب أسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستراتيجية على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 143 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيب أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وتم ضبط قرابة 45 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 713 قضية من بينها 176 قضية خبز ناقص الوزن و 178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة